السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني المتوسط درسنا اليوم هو درس من دروس القواعد والدرس قد سبق دراسته من قبل وهو مراجعة على درس الأفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر في البداية نذكركم بشيء مهم وهو الدرس اسمه الأفعال المتعدية إذن هنا لا بد أن نتذكر أن الفعل له قسمين له قسمان من حيث العمل فيما بعد ما هم القسمان؟ درسنا من قبل ذلك وقولنا أن الفعل ينقسم إلى لازم ومتعدين الفعل ينقسم إلى لازم ومتعدين الفعل اللازم هو الذي لا يأتي معه ببساطة لا يأتي معه مفعول به يكتفي بالفعل مثل مثلا لو قلت جلس محمد جلس فعل موضي ومحمد فعل هل هنا الجملة؟ طبعا الجملة كاملة لكن هل هنا لا يحتاج إلى مفعول به؟ طبعا لا لو قلت مثلا لو نريد أن نكمل الجملة نقول جلس محمد على الكرسي مثلا أو جلس في أي مكان لكن هنا لا يأتي مفعول به الجملة لا تحتاج إلى مفعول به لأن الفعل هنا لازم الفعل اللازم لا يحتاج مفعول به لو قلت مثلا ضحك أحمد ضحك يضحك محمد ضحك حاول أن تجرب وتأتي بمفعول به لا تجد لا يمكن أن يأتي معك مفعول به وهذه هي الأفعال اللازمة النوع الأول فعل لازم أي يكتفي بفاعله لا يأتي معه مفعول به والنوع الثاني فعل متعدد الفعل المتعدد ما هو الفعل المتعدد هو عكس اللازم لا يكتفي بفاعل بل يحتاجه مفعولا به كما لو قلت مثلا يشرح المعلم الدرس هنا يشرح فعل مضارع ويشرح المعلم فعل والدرس ماذا مفعول به طبعا هذا الأمر سهل وأنتم عرفتمه من قبل لكن ماذا عن الأفعال المتعددة لمفعولين كل الفعل المتعدد يحتاج مفعول به لكن درسه اليوم عبارة عن أفعال لا تكتفي بفاعل ولا تكتفي أيضا بمفعول واحد بل تحتاج مفعولين كيف ذلك؟ تعالوا نقرأ مثلا هذه الأمثلة وطبعا الدرس السهل وبسيط لماذا؟ لأنه هو عبارة مجموعة من الأفعال معينة ليس كل أفعال هي طبعا مجموعة بسيطة من الأفعال هذه الأفعال إذا رأيتها فتأكد أنها تنصب مفعولين أن يأتي مفعول به أول ومفعول به ثاني مثلا كسوت البائس ثوبا هل يمكن أن أقول كسوت البائس؟ أي ألبسته ألبست البائس ألبسته ماذا؟ ألبسته ثوبا هنا عندنا مفعولين البائس وثوبا سأل الفقير الغني مالا سأل الفقير الغني سأله ماذا؟ سأله مالا هنا الكلام يحتاج أيضا إلى المفعول الثاني مثلا أعطيت الفقير أعطيته ماذا؟ أعطيته مثلا ريالا هنا الجملة تحتاج أيضا إلى مفعولين وليس مفعول واحد منح الله الإنسان منح الله الإنسان والإنسان ماذا؟ ماذا منحه؟ طبعا منح الله الإنسان عقلا فإذا أردنا أن نعرف هذه الكلمات سوف تجد الإنسان مفعول به أول وعقلا مفعول به ثاني الفقير مفعول أول ريال مفعول ثاني الغني مفعول أول مالا المفعول الثاني البائس مفعول أول وثوبا مفعول ثاني وهكذا إذن هذه الأفعال الأربع وهناك أفعال أخرى كسا سأل آطاء منحه وهناك ألبسه كما في الشرح وهكذا هذه الأفعال إذا رأيتها انظر إلى مفعولين لابد أن تجد مفعولين مكتوب أمامه كنا طبعا يعربان مفعول أول ومفعول ثاني يبقى إذن الأفعال المتعدية لمفعولين أي أن كل فعال من هذه الأفعال يحتاج مفعولين ما معنى العبارة الأخيرة ليس أصلهما المبتدأ والخبر كل أفعال متعدية أي لا تكتفي بالفعل متعدية للمفعولين يعني لا تكتفي من المفعول واحد ما معنى ليس أصلهما المبتدأ والخبر تعالوا ننظر إلى الامثلة مرة أخرى كسوت البائسة ثوبا احذف كلمة كسوت يتبقى البائس ثوب هل هذه الجملة مفيدة؟ طبعا لا ما معنى البائس ثوب ليس هناك معنى احذف سألها واحذف الفعل سألها وقرأ المفعولين الغني مال هل يمكن أقول الجملة غولة الغني مال؟ طبعا لا أعطيت الفقير الريال هل هناك جملة تقول الفقير الريال؟ طبعا لا وهكذا فهذا معنى ليس أسطلما الممتدى والخبر معنى ذلك أي أننا إذا حذفنا الأفعال يتبقى جملة لا معنى لها طبعا الجملة الممتدى والخبر تعطي معنى طبعا الجملة الإسمية تعطي معنى لا ركنان كل ركن منها يعطي معنى لكن هنا إذا حذفنا الفعل لا يتبقى جملة مفيدة اقرأ ما هو مكتوب من جميع الأمثلة السابقة نلاحظ أن متعدد رئيس الفعال من مفعيل لم يكن أصله المبتدأ والخبر كيف؟ لأننا إذا حذفنا الفعل عن بقية الجملة نجد الجملة لا تعطينا معنى معين معنى واضح كما قلنا لا يمكن أن نقول البائس ثوب، الغني مال، الفقير ريال، الإنسان عقر هذا معنى ليس أصلهما المبتدأ والخبر وهذا تعرضنا له من قبل تعالوا نذهب إلى التدريبات حتى نتذكر أكثر وأكثر عين ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر هنا مكتوب ظننت القراءة مفيدة الفعل ظن ليس من الأفعال التي تكلمنا عنها ليس مثل كاسة ومنحة وسائلة وأعطى هناك أفعال أخرى تنصب مفعولين أيضا لكن تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر كيف؟ يعني لو حذفنا الفعل يتبقى جملة سليمة كاملة مثل ظننت القراءة مفيدة كما ترى احذف ظننت يتبقى القراءة مفيدة هنا الجملة مفيدة القراءة مفيدة جملة كاملة فهنا لو حذفنا ظننت يتبقى جملة كاملة الأركان هذا فعل ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر انظر إلى الفعل الذي بعده كسوته أو كسوته احذف كسوته يتبقى الفقير جلباب هل هناك شيء اسمه الفقير جلباب؟ طبعا معنى فاسد طيب منحته المجدهد وساما هل هناك المجدهد وسام؟ هل يمكن أن نقول سألته الطالبة سواء نحذف سؤالته ونقول الطالب سؤال؟ طبعا لا لذلك هذه الأفعال ليس أصلهما المبتدأ والخبر تعالوا نرجع على المثال الأول ظننت القراءة مفيدة ضع خطن تحت ظننته واكتب أصلهما المبتدأ والخبر معنى أنها تنصب مفعولين لكن هذين المفعولين لكن هذين المفعولين أصلهما المبتدأ والخبر يعني كانوا في الأصل جملة كاملة طيب جملة اسمية طبعا كسوته الفقير جلبابا ضع خطن تحت كسوته طبعا هنا ليس أصلهما المبتدأ والخبر كل هذه الأفعال كما ذكرنا كسى ومنحة وسأل وأعطى طبعا ليس أصلها المبتدأ والخبر لكن اذهب إلى المثال واو علمت الحق ظاهرا هل علم من الأفعال التي تحدثنا عنها منح وسأل وأعطى وألبس وكسى؟ طبعا لا مادة الدليل على ذلك احذف علمتو يتبقى الحق ظاهر طبعا الجملة صحيحة تماما الحق مبتدأ وظاهر خبر فهنا علمتو من أخوات ظنة أو مثل ظنة طبعا أكتب أصلهما المبتدأ والخبر إذن كل هذه الأمثلة ليس أصلها المبتدأ والخبر معنا المثال الأول والأخير ظنة وعلمة انتقل معي للسؤال الذي بعده والسؤال الثاني أدخل على كل كلمتين مما بين الأقواس فعلا مناسبا ينصبهما السائل مال السائل مالا طبعا نقول أعطيت السائل مالا هنا فعلا من الأفعال التي تنصب مفعولين طبعا الفائزة هدية طبعا هل هناك الجملة تقول الفائز هدية طبعا كما قلنا ليس مضبوطا نريد جملة هذه الأذان المفعولين ليس أصلها المتدأ والخبر كما ما قلنا نقول مثلا نأتي بأي فعلا مناسب من الأفعال التي درسناها الأربعة أو الخمسة نقول منح المعلم الفائزة جائزة ويمكن أن نقول أعطى ويمكن أن نقول وهبة هناك فعلا أيضا وهبة نفس المعنى ليس يعني الفائزة وهبة لم يكن موجودا فيها القائمة لكنه منها وهبة وهبته كذلك لأنه بمعنى منحة طيب الله التوفيق طبعا نقول مثلا سألت الله أو أسأل الله التوفيق بعد ذلك ضع ظنة أو منحة طبعا ظنة هذه درس آخر اسمه ظنة وأخواتها عكس هذا الدرس عكس أعطى ومنحة وكسة وأي وسائلة لأنه ظنة تنصب مفعولين أصلهما الممتدأ والخبر هنا ظنة السائرون القمر ساطعا نضع ظنة طيب لماذا؟ لأنه ينصب مفعولين أصلهما الممتدأ والخبر طيب الله الإنسان طبعا الله الإنسان عقلا نضع منحة ينصب مفعولين ليس أصلهما الممتدأ والخبر أعطى أيضا أعطى المعلم الطالب جائزة ينصب مفعولين ليس أصلهما الممتدأ والخبر بعد ذلك أعرف ما تحته خط تكتب هذه الكلمات إن شاء الله في مكانها ونبدأ بأعرابها بعض والجملة تقول منح الله منح فعل والله فعل منح من؟ منح بعض بعض المفعول به أول منصوب وعلامة نصب الفتحة لماذا أول؟ لأن هناك مفعول ثاني منح الله هنا منح الله بعض المفعول أول أين المفعول الثاني يترى؟ الحشرات أم كلمة ميزة؟ طبعا المفعول الثاني يكمل المعنى هل يمكن أن نقول منح الله بعض الحشرات ونقف؟ طبعا لا إذن هنا كلمة الحشرات ليست هي المفعول الثاني ولكن المفعول الثاني هو كلمة ميزة كما أن أي كلمة تقع ما ذكرنا بعد كل وبعض وجميع تعرب مضافا إليه منح الله بعض إذا مفعول به أول الحشرات مضاف إليه مجرور وعلامة جلال الكسرة ميزة مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصب الفتحة بعد ذلك كسى الربيع الطبيعة ألوانا زهية كسى الربيع كسى فايل وربيع فايل كسى ماذا؟ الطبيعة مفعول به طبعا كسى ينصب مفعولين مفعول به أول منصوب لألوان صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. اعطاك الله خيرا وفيرا. طبعا اعطى فعل ماضي مبني على الفتحة لكن الفتحة مقدر. لان يمكن ان نمطق بالفتحة. لا يمكن ان اقول اعطيها. طيب. واعطاك الكاف في الفعل. الكاف ضمير مبني في محال نصب مفعول به اول. طيب اعطاك ماذا? اعطاك الله خيرا. هنا خيرا مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة. بعد ذلك الله. سألت الله. سألت انا سأل فعل الماضي وتأتي الفعل. الله لفظ الجلالة مفعول به اول منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب ماذا سألته? سألته اجابة. اجابة مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بعد ذلك ننتقل طبعا انتم معي في الصفحة الآن الثانية والستين. اقول السؤال الخمسة. اعطى الله الانسان نعما كثيرا. لا تعد ولا تحصى منها نعمة الماء التي جعل الله منها كل حي. فالله يكسل ارض الخضرة اليانعة. الخضرة اليانعة ويمنح الورود الرائحة الزكية. ويعطي الحيوان المرعى الخصبة. وبالماء يستطيع الانسان ان يجعل الصحراء الجرداء ارضا خصبة تجود بالخير الوفير. ولكن عندما تتحول الامطار الى سيول فانها تقضي. تقضي على الحرث والنسل. اعطى الله الانسان نعما كثيرا. اعطى فعل. الله فعل الانسان مفعول به اول. اعطاه نعما مفعول به ثاني. نعما ماذا كثيرا. صفحة وصفها. وصفنا نعم بانها كثيرة. صفحة منصوبة علامة نصبه الفتحة. فالماء يكسو الارض. يكسو هنا فعل مضارع. مرفوع علامة رفعي. اتضم ولكنها ضم مقدرة. ويمنح الورودة. طبعا يمنح هو الفعل ضمن المستر. الورود مفعول به اول. منصوب علامة نصب الفتحة. يمنح الورودة. طبعا ايه الرائحة. طبعا هي مرفوع به ثاني. وبالماء يستطيع الانسان ان يجعل الصحراء الجرداء يجعل. طبعا ما يجعل. الفعل. الفعل تنصب مفعولين. الفعل ضمن سرطة التقدير وهو. يجعل الصحراء. الصحراء مفعول به اول. والجرداء صفة. يجعلها ماذا. يجعلها ارضا. يعني يحولها ارضا. خصبه. اذا ارضا. مفعول به ثاني. منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بعد ذلك. استخرج من القطع السابق وما ياتي. فعلة متعديا لمفعولين اصلهما. المبتدأ والخبر. طبعا الفعل يجعل. ايضا مثل ظنة وعالمة من الافعال التي تنصب مفعولين اصلهما متدأ الخبر. اكتب يجعل. ثلاث افعال متعدية لمفعولين ليس اصلهما متدأ الخبر. طبعا هذا هو درس اليوم. طبعا اه الافعال اعطى ويمنح ويكسو. فعل ظاهر الله. اعطى الله. واخر مستر الضمير بعد فعل يكسو. فالماء يكسو هو. الفعل ظهر الله تقديره هو. اه فعل مضارع مرفوع. اي فعل مضارع هناك افعال كثيرة. مثلا يمنح. اخر منصوب يجعل. اه طبعا ربما يستطيع الانسان ان يجعله. منصوب بان. فعل مضارع صحيح الاخر. اي فعل انا طبعا مثلا انا كتبت هنا تعد. واخر معطل الاخر. تحصى. اخر وحرفة الا. فعل مبني المجهول. تحصى. الفعل المبنون اوله كما ترون. تحصى. واذكر نائب الفعل. طبعا ضمير مسجد تقديره هي. اي تحصى هي. بعد ذلك السؤال السادس. ضعف الفراغات الادتية فلا من افعال تنصب third one. ليس اصطولنا بنطاط وخبر يعني من افعال تذكرناها. نقطة الكائنات. الماء الكائنات حياة. طبعا منح. الماء الكائنات حياة. طبعا اين المفعولين? او اين المفعولان? طبعا منح فائد. الماء فاعل. منح ماذا? الكائنات مفعول اول. وحياة مفعول ثالث. طبعا المفعولان. اكتب الكائنات وحياة. آآ الزهر الزهر الحديقة حولة. كسى طبعا كسى معناها هنا أو تغطى معناها غطى كسى الظهر الحديقة حلة المفعولين طبعا الحديقة وحلة المفعول الثاني هنا أعطت الأم ابنتها ثوبا جميلا أو ممكن نقول ألبست أي فعال مناسب ألبست الأم ابنتها ثوبا جميلا طبعا الأم الفعل والمفعولين هما ثوبا عفوا ابنتها وثوبا بعد ذلك منحت الانتصارات البلاد داء فرحة وبشراء طبعا الانتصارات فاعل البلاد مفعول أول وفرحة مفعول ثاني طيب السؤال الأخير أدخل في كل فراغ من مياتي فعل أمر مناسب فعل أمر آه عفوا أنا هنا سجلت الأفعال على طبعا أنها ماضية لم أنتبه هنا أنا كتبت كسوت الفقيرة ثوبا هات من الأمر نقول أكسو الفقيرة ثوبا فقط نقول أكسو منحت البؤساء كرامة أنا هنا كما قلت تعاملت على أنها فعل ماضية لكن نقول امنح البؤساء كرامة امنح البؤساء كرامة أعطيت ذا الحاجة عونا نقول مثلا أعطي نجعل فعل أمر نقول أعطي ذا الحاجة عونا إلى هنا أبنائي أعزائي نكون قد انتهينا من حل تدريبات الدرس كاملة وطبعا أنتم عندكم الإجابات ولكن برضو لمن لم يسجلها سوف نقوم إن شاء الله بإرسالها بإذن الله أرجو أن تكونوا قد فهمتم الدرس وإن شاء الله مع التكرار تتذكره أكثر وأكثر وإلى اللقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته